تحية مسائية مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في موعد نشرة احوال التقص التي نقدمها لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي مشاهدين الكرام نستهل نشرتنا الجوية لنهاري اليوم بصورة اختنها لكم من هذا المنظر الجميل من بحيرة التونغا المتواجدة بالقالة ولاية اسكيكدا رئة التوازن البيئي في الجزائر بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة لنهار الغد ان شاء الله السبت دائما حسب اخر النماذج حسب مصلحة الارصاد الجوية اذا كما نلاحظ على الشاشة اجواء صافية استقرار جوي رح يشمل معظم المناطق الساحلية من الناحية الوسطى وحتى الولايات الشرقية لالوطن اجواء غائمة امطار رعدية معتبرة رح تكون ان شاء الله على معظم المناطق الداخلية للوطن اما بالنسبة للمناطق الصحراوية رح يكون هناك استقرار جوي مع انتشار صحب كثيفة لكن تبقى دون فعالية بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لصبيحة نهار الغد ان شاء الله السبت اذا كما نلاحظ على الشاشة درجات حرارة فصلية خاصة على المناطق الشمالية لالوطن سجل مقياس من 17 إلى 19 درجة تتراوح على المناطق الساحلية لالوطن 14 درجة مئوية على ولاية قسنطينة قلمة سوق هراسة تبسة نفس المقياس كذلك نسجلوها على ولاية البويرة تيزيوزو المسيلة وحتى على ولاية المدية من 16 إلى 19 درجة مئوية نسجلوها على ولايات الهضاب العليا 28 درجة على ولاية ورقلا الوادي ونفس المقياس كذلك نسجلوها على ولاية بشار وإليزيو وفي الأخير 33 درجة كعلى مقياس نسجلوها بوسط الصحراء عين صالح بنسبة للوضعية الجوية المرتقبة بعد الظاهرة ان شاء الله بعد ظاهرة يوم السبت بحول الله دائما حسب آخر النماذج إذن افترابات جوية رح تكون في الموعد منخفض جوية رح يكون في الموعد ان شاء الله محمل بأمطار رعدية مع حبات ميناء البرد ان شاء الله رح تكون على معظم المناطق الداخلية وحتى على ولايات الهضاب العليا كمية الأمطار تتراوح من 20 إلى 30 مليمتر محليا أما بالنسبة للمناطق الساحلية وحتى على الولايات الصحراوية للوطن نلاحظ أن هناك استقرار جوي أجواء صافية مع انتشار صحب كثيفة لكن تبقى دون فعالية أيضا هناك رياح قوية رح تكون ناشطة على ولاية الجزاء العاصمة وحتى على بومرداز أين تصل سرعة الرياح إلى 45 كم في الساعة فالحيطة والحذن لمستعملي أطرقات بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة بعد الظاهرة إن شاء الله بعد ظاهرة يوم السبت بحول الله إذا نلاحظ درجات حرارة فصلية على المناطق الساحلية للوطن سجل مقياس 24 درجة على الجزاء العاصمة بومرداز تيبازا وحتى على ولاية البليدة نفس المقياس كذلك سجلوها على ولاية أهران مستغانم أم عسكر لثوى 20 درجة مئويا سجلوها على ولاية عنابة سكيكدا الطارف وحتى على ولاية جيجل تبقى مرتفعة على كل من الولاية أشلف عند دفلة تيسمسيلت وحتى على ولاية تيارت أين نسجل مقياس 35 درجة نسجل مقياس من 29 إلى 34 درجة على ولايات الهضاب العليا 42 درجة على ولاية الوادي وحتى على ورقلة 44 درجة بوسط الصحراء عين صالح وحتى على ولاية إيليزي وحتى على أقصى الجنوب على عينقزام برجبج مختار تنزواتين وحتى على أباليسا بالنسبة للملاحة والصيد البحر النهار الغد إن شاء الله السبت إذن حالة البحر سيكون مضطرب على كافة السواحل مضطرب خاصة على السواحل الشرقية للوطن أين تصل سلعة الرياح إلى 50 كم في الساعة مع تجاهات الرياح ستكون مختلفة إن شاء الله ستكون جنوبية شرقية شمالية شرقية إن شاء الله وذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالمعلومات الفلاكية التي تخص الجزاء العاصمة وضواحيها إذن بنسبة لشروق الشمس سيكون في حدود الساعة الخامسة صباحا وثلاثين دقيقة بحول الله أما بنسبة عن غروب الشمس سيكون في حدود الساعة الثامنة مساء ودقيقتين بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زوروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي متابعة شيقة وفي أمان الله